عود لكم مشاهدين مجدداً وعود إلى ضيفنا أيضاً تحدثنا خلال نصف ساعة الماضية عن موضوع مهم فيما يتعلق في المجلات الغير ربحية حتى نستكمل حديثنا مع ضيفنا دعونا نعود للترحيب بضيفنا مجدداً الأستاذ سامي خميس رئيس تحرير مجلة أستاذ سامي قبل الانتقال إلى الفاصل كنا نتحدث عن مجلة جدة تحدثنا بأكثر من نقطة هامة فيما يتعلق بالمجلة دعنا نتحدث منذ متى تصدر المجلة كفترة زمنية داخلت عامها الرابع المجلة نعم والحمد لله أنه زي ما قلت لك لقت قبول بالمرة طيب لأنها حاكت مختلف الشرايح في الأسرة وفي البلد وحتى المقيمين كمان هنا بدأت تكلم عن تفاعل المقيمين في هذه المدينة الذين أسهموا بأراءهم ومقالاتهم ومن الحاجات المهمة جداً في المجلة أنها استقطبت كبار الكتاب وكبار الكتاب الحقيقة ما يعني ما بيكتب في هذه المجلة إلا لقناعة أنه مجلة تستاهل أن يكتب فيها خصوصاً فيما يخص التأريخ التأريخ للمدينة لماضيها لشخوصها مثلاً بنتكلم إحنا عن رموز في البلد وكذلك في دكتور عبدالله منع من العدد الأول حتى الآن بيكتب عن حاجة اسمها نقش في ذاكرة الزمان والمكان الراجل بيكتب دكتور المنع كما لو أنه بيكتب بكاميرا يعني حينما يقرأ النقش القاري فعلاً يتصور أنه يسير نعم في أزقة هنا أستاذ سامي بمأنك ذكرت وتحدثت عن نقش في ذاكرة الزمان والمكان في المجلة يتم تركيز على الصور التراثية بشكل كبير لماذا هذا التركيز أستاذ سامي بهذا الشكل؟ هذا بالمرة سؤال مهم لأنه في شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا يعني ما عاشوا تلك الفترة نعم والتركيز على الصور عفوا التركيز على الصور والمواقع القديمة والأثرية مهم أولاً لأن عاش ذاكرة الذين عاشوا تلك الفترة وللتعريف ولتعريف الجيل الجديد بماضي هذه المدينة والحقيقة أنا أفخر أنه عندنا أرشيف هايل لهذه الصور وأنا من الحاجات الهويات اللي ما زالت إلى الآن معايا أني أحب التصوير من أيام طفولتي واتشافت أنه عندي مخزون هايل من الصور تلاقيني دائماً بالكاميراتي إلى الآن بين الأزقة وبين الأماكن القديمة لإبرازها وبعدين من الحاجات اللي امتازت بها التركيز على مهن معينة قديمة مثلاً زي البازان والسجة ما تتصوري لما نزلنا نشر هذا الموضوع قديش ناس اتصلوا وممنونين لأنهم الذكروا تلك الفترة كيف كانوا يمشوا وراء السجة كيف كانوا يروحوا للبازان البازان بالمناسبة هو مكان توزيع المياه كانت توزع إما عن طريق الرجل الذي يحمل صفايح الماء على كتفيه أو لمؤاخذة بطريق عربة يجرها حمار وأنا عاشت ذاكرة ناس كثير بعدين من الحاجات المهمة جداً أنه ركزنا على الأغلفة بمعنى أنه كل غلافة إذا تسمحي لأنا حوريك مثلاً تفضل آخر عدد صدر من جدة لبيت من البيوت القديمة الجميلة نعم يعني هذه من الحاجات الكثير مهمة أنه نبرزها بعدين مثلاً عدد من الأعداد اللي هو بيبين خليج أبحر شرب أبحر مدخل وكذلك البحر المفتوح بعدين عدد من الأعداد برضو اللي هو بيبين المدينة القديمة بكل تفاصيلها نعم يعني هذه الحاجات في ناس بالتطلبية بيقولوا لي احنا بيصعب علينا أن ننقص الغلاف ونحطه من خلال إطاره نحتفظ به يعني الحمد لله قدرنا نوصل خلينا نقول شيء وليس كله لأنه الطريق أمامنا طويل عن هذه المدينة جداً سيد سامي نستطيع اعتبار تناول المجلة لصور التراثية أو كما ذكرت أنت نقش في الذاكرة ونستطيع اعتبارها كأرشيف للجيل الحاضر وأيضاً القادم أحسنتي بفضل من الله قدرنا في خلال الأقل من الأربع سنين من عمر المجلة أن هذه المجلة تكون مرجع لكل من يبتغي معلومة عن جدة ومن الحاجات التي تحصل كما تحدث في كثير من المطبوعات أن بعض الأحيان أحد يدينا معلومة معينة مثلاً عن بيت من البيوت أن هذا يعود لفلان نعم نحن ننشر هذه الحاجات على مسؤولية طبعاً للكاتب يتصل بين أحد ويقول لا ترى هذا ما هو بيت فلان وهذه المعلومة غلط نحن نصححها لأن هذه المجلة مجلة سارت وثائقية مرجع يرجع إليها الناس وفعلاً الناس اتصلوا بيها من داخل المملكة ومن خارج المملكة يقولوا نحن نرجع لهذه المجلة نستقي منها المعلومة والمجلة هذه لا تقدم بمعنى أنه ممكن الواحد يرجع للعدد الأول بعد سنة سنتين ثلاثة وهكذا يعني حينما يريد أي معلومة وبقدر الإمكان نحن كمان بنركض من خلال هذه المجلة أن الكتب التي صدرت عن جدة ووثقت لها من كبار الكتاب نعم بنعمل فيها قراءات لتسهيل الوصول إلى أي معلومة ولم يصل إليها من لم يقرأ الكتاب المتخصص في هذا المجال هنا أستاذ سامي نقطة هامة